اشتركوا في القناة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان الكلام حول أسئلة وأجوبة بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين ملحد من الملاحدة فإن الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن أثبت له وجود الله سبحانه وتعالى هنا تطرق إلى الجواب عن شبهات دارت في ذهن ذلك الملحد من جملة الأمور أنه عندما نقول بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق هو الرازق هو عالم قادر حي وما إلى ذلك من صفات الذات أو صفات الأفعال وأيضا ننزهه عن النقائس أنه ليس بجيسم ولا مركب ولا محتاج ونحو ذلك فإنما نقصد أن معنى هذه الألفاظ تلك الحقيقة التي تسمى بالله سبحانه وتعالى تلك الحقيقة هو الخالق هو الرازق لا أن الإسم هو الخالق لأن بعض المتكلمين من منتحل الإسلام هؤلاء تصوروا باتحاد الإسم والمسمى يعني إسم الله هو عين الله سبحانه وتعالى وهذه العقيدة عقيدة فاسدة لها توالي فواسد ولذلك الأم عليهم الصلاة والسلام بيّنوا بطلانها وعدم صحتها ومن ذلك ما في هذا الحديث من جواب الإمام عليه الصلاة والسلام عن شبهات هذا الملحد هل لفظ الله هو نفس الله أو أن هذا اللفظ علامة ومشير إلى الله سبحانه وتعالى يعني أنت عندما تكتب على الورقة الله هذا اللفظ المكتوب أو حينما تتلفظ هذه الأمواج الصوتية التي تخرج من فمك هل هي نفس الله سبحانه وتعالى أو أنها تشير إلى تلك الحقيقة وإلى ذلك الذات إذا قلت بأن الإسم هو عين المسمى معنى ذلك أن أي مكان مكتوب الله فهو الخالق وهو الرازق هذا اللفظ المكتوب وأي مكان يتلفظ هذه الأمواج هي الخالق هي الرازق وهذا كلام بديهي البطلان لماذا؟ لأن اللفظ المكتوب هذا مصنوع للإنسان يعني الخطاط يأتي ويكتب ألف لام لام هاء أو أنت تأتي وتتلفظ حمزة لام لام هاء تتلفظها فهذه الكتابات وهذه الألفاظ مصنوعة للإنسان والله سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان وليس مصنوعا للإنسان وإنما نقول إن هذه الأسماء هي مخلوقة وأنها تشير إلى تلك الحقيقة إحنا في تسمياتنا عندما نأتي أنت يأتي كوليد هذا المولود تسميه مثلا محمدا زين هل هذا اللفظ اللي مكتوب بالجنسية والهوية هو نفس المولود؟ أو يشير إلى ذلك المولود؟ أو حينما أنت تناديه وتقول مثلا يا محمد هل هذا اللفظ الذي خرج من لسانك هذه الأمواج هو ابنك؟ كلا إنما هذه الألفاظ المكتوبة أو الألفاظ المنطقة المسموعة هي تشير إلى حقيقة خارجية تلك الحقيقة الخارجية هو ولدك وهكذا في سائر الأسماء وكذلك في أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء الله الله سبحانه وتعالى خلقها لأنه في الأزل قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى شيئاً كان الله ولم يكن معه شيء في ذلك الوقت الله عالم بما سيتحقق في المستقبل من مخلوقاته الله عالم بأنه سيخلقني وسيخلقك وسيخلق كل ما نراه في هذا الكون وما لا نراه من الموجودات فالله عالم بمخلوقاته والله عالم بأنه سيختار لنفسه أسماء هذا يرتبط بالعلم لا يرتبط بالخلق لأنه علم الله سبحانه وتعالى غير خلق الله الله من الأزل كان يعلم بك لكن لم يكن قد خلقك ثم خلقك في هذه الفترة الزمانية المعينة فالله كان يعلم بأنه سيختار لنفسه أسماء لكن لم تكن هناك أسماء ثم الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أو لما أراد أن يخلق الخلق كان يعلم باحتياج هذا الخلق إلى أن ينادوا ربهم أن يدعوه أن يتضرعوا إليه ولذلك خلق لنفسه أسماء يعني اختار أسماء وعرف هذه الأسماء إلى مخلوقاته وبعض هذه الأسماء وهي الأسماء العظمى أو الإسم الأعظم خصه ببعض أنبيائه وأوليائه وهناك اسم الله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحدا حتى الأنبياء وهذا ما سيأتي في أحاديث لاحقة إن شاء الله تعالى فالله سبحانه وتعالى خلق تلك الأسماء لحاجة الناس إليها فأنت عندما تأتي وتذكر هذه الأسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها حينما تذكر هذه الأسماء هذه الأسماء الذي تخرج من لسانك عندما تتلفظ أمواج صوتية أو حينما تكتب هذه الأسماء ليست هي الله وإنما تشير إلى تلك الحقيقة لذا هذه الأسماء ليست خالقة والله هو الخالق هذه الأسماء ليست قديمة حادثة والله سبحانه وتعالى قديم وليس بحادث لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا المقطع يقول وليس قولي الله إثبات هذه الحروف يعني لا أريد أن أقول إن هذه الحروف هي الله هي تلك الحقيقة الذي خلق هذا الكون كلا ألف لا مهاء ولا راء ولا باء في كلمة الرب ولكن أرجع إلى معننه وشيء خالق الأشياء وصانعها يعني حينما أقول هذه الألفاظ هذه تشير هذه علامة على تلك الحقيقة هناك بحث في الوضع أن الوضع ما هو وضع الألفاظ على المعاني الصحيح أن الألفاظ هي علائم على المعاني بمعنى أن الوضع سواء وضع اللغة أو وضع الإصطلاح أو وضع الإسم يقرر ارتباط بين ذلك المعنى وذلك الإسم ثم يجعل ذلك الإسم علامة على ذلك المعنى كالعلائم المنصوبة في الطرق عندما أنت تسير في طريق تجد أمامك علامة علامات المرور هذه العلامة تشير إلى حقيقة أنت قبل أن تضع هذه العلامة يعني إدارة الشرطة قبل أن تضع هذه العلامة قررت قرار صدرت قرار بأن هذه العلامة ترتبط بذلك المعنى تشير إلى ذلك المعنى ثم توضع هذه العلامة في الطرق ولها إشارة إلى ذلك المعنى ليس هذه العلامة نفس ذلك المعنى وإنما تشير إليه يعني أنت في الطريق مثلا تجد لوحة مكتوب عليها مثلا كربلاء عشرين كيلومتر أنت تسير من النجف إلى كربلاء مثلا عندما تجد كربلاء ومقابلها عشرين تعلم بأن هناك مسافة بينك وبينها بهذا المقدار هذه علامة على تلك المدينة وعلى المسافة بينك وبين تلك المدينة وليست هذه العلامة هي نفس المدينة أو هي نفس المسافة وهكذا في كل الألفاظ لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول الإسم علامة على المسمى وليس هو المسمى المسمى المعنى هو الخالق وليس اللفظ خالقا ولكن أرجع إلى معنى وشيء خالق الأشياء وصانعها إلى آخر كلام الإمام عليه الصلاة والسلام فهنا انحلت شبهة شبهة اتحاد الاسم مع المسمى ثم بعد ذلك هذا الملحد يطرح شبهة أخرى يقول هل أنت يمكنك أن تتصور الله سبحانه وتعالى؟ الجواب لا لا يمكن تصور الله سبحانه وتعالى زين فكيف تعتقد بوجود شيء لا تتصوره؟ هذا السؤال الجواب على ذلك أنه لا يمكن تصور الله سبحانه وتعالى بكنهه وبحقيقته لماذا؟ لأن أنت عندما تتصور شيء في ذهنك هذا الشيء اللي يجي في ذهنك هذا شيء لم يكن موجودا ثم كان هاي الصور الذهنية أنت الآن أغمض عينيك ثم فكر صور مختلفة تأتي في ذهنك هل هذه الصور كانت موجودة؟ كلا هذه الصورة لم تكن موجودة بل كانت معدومة لم تكن موجودة بالأساس لكن أنت بذهنك الوقاد صنعت هذه الصورة ثم بعد ذلك ينصرف ذهنك إلى شيء آخر أو تغفل تلك الصورة التي في ذهنك تنمحي وتعدم فالصور الذهنية هي مصنوعات لذهن الإنسان بالالتفات إليها يصنعها الذهن وبالانصراف عنها أو الغفلة عنها تنمحي وتزول زين هل عندما أنت تأتي وتتصور شيئا تريد تتصور الله سبحانه وتعالى هاي الصورة اللي تجي في ذهنك هل هذه الصورة هي الله سبحانه وتعالى؟ كلا لأن هذه الصورة التي أتت إلى ذهنك أولا محدودة لأن الصورة الذهنية محدودة بحدود والله سبحانه وتعالى ليس بمحدود هذه الصورة التي أتت إلى ذهنك مصنوعة لك والله سبحانه وتعالى ليس بمصنوع ليس بمخلوق وإنما الله هو الخالق هذه الصورة حادثة لم تكن ثم كانت والله ليس بحادث قديم هذه الصورة حين الغفلة عنها تنعدم تنمحي والله سبحانه وتعالى هو الآخر يعني يبقى بعد فناء كل الأشياء لا نهاية له سبحانه وتعالى إذن فلا يمكن أن تكون هذه الصورة هي الله سبحانه وتعالى مخلوقة حادثة تنعدم محدودة والله سبحانه وتعالى قديم خالق غير مخلوق ليس بحادث وليس له آخر ليس له نهاية لأنه هو الآخر لا نهاية له فإذن لا يمكنك أن تتصور الله سبحانه وتعالى إضافة إلى أن الله ليس كمثله شيء فلا يمكنك أن تأتي بصورة تتطابق مع الله لأن هذه الصورة شيء آخر لا يمكن أن تتطابق مع الله لأنه ليس كمثله شيء فلا يمكن أن تكون هذه الصورة هي شبيهة لله سبحانه وتعالى إذن فلا يمكن تصور الله سبحانه وتعالى تصور كنه الله تصور حقيقة الله سبحانه وتعالى وأي صورة تأتي لذهن الإنسان فهي مصنوعة للإنسان وليست هي الخالق إذن كيف نعتقد بشيء لا يمكن أن نتصوره الجواب العلم بالشيء لا يتوقف على تصور ذلك الشيء أنت الآن تعلم بموجودات ولكن لا يمكنك أن تتصورها وحتى إذا تصورتها هذه الصورة التي تأتي إلى ذهنك ليست صور مطابقة مع تلك الحقيقة مثلا الملائكة الملائكة يمكن أن تتصور في ذهنك موجودا بكيفية خاصة بعض الرسومات الخيالية رسمت الملائكة بكيفية لكن هذه الصورة ليست متطابقة مع الملائكة أنت تتصور في ذهنك الملائكة لكن الصورة ممطابقة معنى ذلك هل أنت لم تتصور الملائكة؟ يعني هل أنت لا يمكنك أن تعتقد بوجود الملائكة؟ الجواب تعتقد بوجود الملائكة ولكن تعلم بأن هذه الصورة التي في ذهنك ليست هي صورة للملائكة لأن الملائكة خلق لا نعلم كيفيتهم ولذلك في تفسير صورة الناجم ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى هناك يذكر المفسرون كما في بعض الروايات أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى جبرايل بصورته الأصلية مرتين مرة كان الرسول في غار حراء في جبل النور فهناك رأى جبرايل بصورته الأصلية وقد ملأ الأفق الشرق والغرب ملأه يعني موجود عظيم من حيث الجسم لأن الملائكة أيضا أجسام لكن أجسام لطيفة كما ذكرناه فيما مضى ومن حيث المنزل والقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومرة أخرى حينما عرج برسول الله صلى الله عليه وآله إلى السماء حينما كان نازل ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى في السماء السابعة عندها جنة المأوى لأن الجنة هي في السماء السابعة كما في بعض الروايات في غير هاتين المرتين الرسول كان يرى جبرايل بل بعض المسلمين كانوا يرون جبرايل ولكن بصورة إنسان يتمثل بصورة إنسان كما أن مريم عليه الصلاة والسلام رأت جبرايل بصورة إنسان فتمثل لها بشرا سوية على كل حال المقصود هل الصورة الأصلية للملائكة نحن نعلمها لا لا نعلمها وحتى إذا تصورنا الصورة فهذه الصورة ليست متطابقة مع الملائكة هل معنى ذلك إننا لا نعلم بوجود الملائكة ولا نعلم ببعض أوصافهم كلا نعلم لأن العلم لا يتوقف على أن يكون للمعلوم صورة متطابقة في الذهن بل ذهن الإنسان يشير إلى تلك الحقيقة العلماء يذكرون يقولون مثلا أنت تقول اجتماع النقيضين محال زين كيف تحكم على اجتماع النقيضين بأنها محال مع أنه لا يمكن تصور مصداق اجتماع النقيضين فيقولون أنه الإنسان المفهوم يأتي في ذهنه هذا المفهوم يشير إلى ذلك المصداق بدون إمكان تصوره أنت تتصور الله سبحانه وتعالى في ذهنك لكن هذه الصورة التي في ذهنك ليست هي الله سبحانه وتعالى ولا متطابقة معه لأنه ليس كمثله شيء ولكن هذه الصورة تشير إلى تلك الحقيقة فأنت تعلم بتلك الحقيقة عن طريق هذه الصورة لا أن هذه الصورة متطابقة كلا كما أنك ترى لافظ مكتوب الله عندما ترى هذا اللافظ ينتقل ذهنك إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى أن هذا اللافظ يسبب انقداح معنى في ذهنك هذا المعنى ليس هو الله ولكن يشير إلى تلك الحقيقة فبناء على ذلك معرفة الشيء والعلم بالشيء لا تتوقف على تصوره بل يمكن أن يكون في الذهن إشارة إلى تلك الحقيقة وهكذا في كثير من الأمور المعنوية الإنسان لا يمكن أن يتصورها ولكن يشير إليها لذلك الشبهة تندفع السائل يسأل فقال له السائل هذا الملحد فإنا لم نجد موهوما إلا مخلوقة الموهوم يعني المتصور في الذهن الذي جاء في وهم الإنسان يعني في ذهن الإنسان هذا مخلوق يعني مصنوع للذهن صنعته الذهن فإذا الله سبحانه وتعالى تقول إنه نفس الصورة فلازم يكون مصنوع وتعالى الله عن ذلك وإذا الله سبحانه وتعالى غير تلك الصورة فلا يمكن لك أن تتصور فإذا لا يمكن لك أن تتصور لا يمكن لك أن تعلم الإمام يقول كلا فقال أبو عبد الله عليه السلام لو كان ذلك كما تقول لكان التوحيد عننا مرتفعا يعني إذا لم يمكن المعرفة لم تمكن المعرفة استحالت المعرفة علينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها إذا لم يمكن المعرفة لم تمكن المعرفة فكان التوحيد عننا مرتفعا مثل هذا المجنون مثلا أو الطفل الصغير الرضيع الطفل الصغير الرضيع هل مكلف بالمعرفة؟ كلا المجنون هل هو مكلف بالمعرفة؟ كلا لماذا؟ لأنه لا يقدر عليه لا يقدر على المعرفة والله سبحانه وتعالى لا يكلف النفس إلا ما آتاها إلا وسعها ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فإذن إذا المعرفة ما كانت ممكنة لكان التوحيد عننا مرتفعا لكن لأننا لم نكلف غير موهوم ولكننا نقول الكلام هو ما ذكرنا هذا كلام الإمام كل موهوم بالحواس يعني تدركه بحواسك بذهنك تحده الحواس حواسك تحده يصير محدود يعني أنت ترى شيئا هذا الشيء بصرك يحده تسمع شيئا سمعك يحده تلمس شيئا لمسك يحده تتصور شيئا تصورك يحده الله سبحانه وتعالى محدود كلا لكننا نقول كل موهوم بالحواس مدرك به تحده الحواس وتمثله فهو مخلوق لأنه صار محدود لأنه صار مصنوع لأنه كان معدوما ثم وجد ثم يعدم إذ كان النفي هو الإبطال والعدم يعني قبل أن يأتي إلى ذهنك لم يكن شيئا فصار مخلوق عندما جاء إلى ذهنك الشيء المعدوم وجد إذ كان النفي يعني عدم وجود في ذهنك قبل أن تتصوره هو الإبطال والعدم لأنه كان معدوم لم يكن شيئا موجودا ثم هذه الجهة الأولى وأما الجهة الثانية الإمام عليه الصلاة والسلام يقول والجهة الثانية التشبيه الشيء الذي يأتي في ذهنك هو شبيه لسائر الموجودات إذا هذا الشيء اللي كان في ذهنك اللي هو مخلوق إلك هو مثل الله سبحانه وتعالى صار شبيه لله والله ليس كمثله شيء فإذا كان ما في ذهنك صورة عن الله كان هذا المخلوق الذهني شبيها لله سبحانه وتعالى والله لا تشبهه المخلوقات والجهة الثانية التشبيه إذ كان التشبيه هو صفة المخلوق الظاهر التركيب والتأليف فإذن لا يمكنك أن تقول أن هذه الصورة التي في ذهني تتطابق مع الله فماذا الجواب أن العلم بالشيء لا يتوقف على الصورة لا يتوقف على تصور ذلك الشيء بل يمكن أن تتصور شيئاً مخلوقاً هذا الشيء الذي تتصوره يشير إلى تلك الحقيقة كما ذكرنا الأسامية المكتوبة تشير إلى تلك الحقيقة فلم يكن بد من إثبات الصانع لوجود المصنوعين والإضطرار إليهم أن نحن نعلم بوجود الله علمنا لا يتوقف على التصور وإنما نحن كما ذكرنا عن طريق الآثار نعلم بوجود المؤثر عن طريق عظمة هذه الآثار نلتفت إلى عظمة ذلك المؤثر وذلك الخالق عن طريق علمنا بأن هذه حادثة ولا يعقل أن يوجد شيء حادث بدون خالق بدون صانع لأن وجود المعلول بدون علم وحال كما ذكرنا في مامضة وهو أمر بديهي فحينما ترى هذه الأشياء وتعلم بأنها حادثة تعلم بأن هناك خالق بدون حاجة إلى أن تتصوره فطريق العلم ليس منحصرا بالتصور إذن هذه الشبهة أيضا اندفعت شبهة أخرى تأتي في ذهن هذا الملحد نعلم لأن الملحدين يفكرون فقط ضمن إطار المادة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعني هؤلاء فقط ينظرون إلى الأشياء بظاهرها حتى بواطن الأشياء وحقائق الأشياء والمعنوية التي في الأشياء لا يدركوها لغفلتهم فكيف بالآخرة وبوجود الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا لذلك شبهاتهم تحوم حول هذا الأمر يعني يرى صفات الممكنات ثم يقول هذه الصفات ليست موجودة في الله فإذن الله ليس بموجود مع أنه عدم وجود صفات الممكنات في الله سبحانه وتعالى هو دليل على وجود الله لأن الله إذا كان مثل الممكنات هو هم كان مخلوق مثلهم لكن ليس مثلهم لذلك كان الخالق وهذا كلام من الأدلة سنتطرق له في المستقبل بشكل مفصل حسب تسلسل الأحاديث الموجودة في كتاب الكافي الشريف فهنا يجي يقول إحنا نشوف كل الموجودات محدودة فكيف يمكن أن لا يكون الله محدودا حتى أعظم المخلوقات يعني هاي المجرة العظيمة الذي تراها التي فيها كما يقول علم الفلك الحديث مليارات النجوم وشمسنا إحدى تلك النجوم وليست بأكبرها بل من النجوم المتوسطة أو الصغيرة في مليارات النجوم في مجرة واحدة وهذه المجرة ضمن مليارات المجرات بالنتيجة كل ما تكون عظيمة لكنها محدودة بحدود فكل موجود محدود بحدود سينجواب هذه الشبهة أنه قياس الخالق بالمخلوق هذا قياس باطل الخالق ليس فيه صفات المخلوقات لأنه لو كان فيه صفات المخلوقات لكان مثلها لكان مخلوقا أيضا لماذا هو صار الخالق وهي صارت المخلوق مع الاشتراك في الصفات فلذلك صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق بشكل نهائي وكما كذكرنا في الحلقة الماضية قد تكون ألفاظ تطلق على الله وتطلق على المخلوقات لأن أسماء الله سبحانه وتعالى هذه أسماء بعضها مختصة بالله لا تطلق على غير الله مثل كلمة الله مثل الرحمن مثل الخالق هذه ألفاظ خاصة بالله سبحانه وتعالى ولكن هناك ألفاظ تستعمل في الله وتستعمل في غير الله مثل الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم صفتان لله سبحانه وتعالى كما أن القرآن أطلقهما على الرسول صلى الله عليه وآله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرسول رؤوف ورحيم فصفة أطلقت على الله وأطلقت على المخلوق ولكن بمعنيين كما ذكرنا في الحلقة الماضية أنت موجود أنا موجود الله موجود لكن وجود الله يختلف عن وجودنا هذا الشخص عالم الله أيضا عالم لكن علم الله سبحانه وتعالى بالذات يختلف عن علم المخلوقات وهكذا الصفات التي تطلق على الله وتطلق على غير الله وقد ذكرنا في الحلقة الماضية سبب إطلاق هذه الصفات على الله سبحانه وتعالى وإطلاقها على المخلوقات مع أنها بمعنيين وذكرنا أن المراد من المعنيين الاختلاف ليس بالاشتراك اللفظي وإنما بالإرادة الجدية والإرادة الاستعمالية هي واحدة لكن الإرادة الجدية تختلف حسب ما بينه الرسول صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام فإذن لا تقيس الخالق بالمخلوق إذا المخلوق محدود هذا مو معنى أن الخالق محدود إذا المخلوق موجود هذا مو معنى أن وجود الخالق هو مثل وجود المخلوق وإنما وجود الخالق يختلف بالذات عن وجود المخلوق لذلك هنا يأتي السائل يذكر هذه الشبهة والإمام يجيبه بهذا الجواب فقال له السائل فقد حددته إذ أثبت وجوده يعني عندما تقول أنه موجود الوجود يكون حدا له فقال أبو عبد الله عليه السلام الإمام الصادق في جواب هذه الشبهة كلا إثبات الوجود ليس معناه تحديد الله سبحانه وتعالى قال أبو عبد الله عليه السلام لم أحده أنا عندما قلت أنه يعني أن الله موجود هذا مو معنى أن الله محدود ولكني أثبته يعني أثبته وجود الله قلت أنه ليس بمعدوم موجود ليش لأنه لا منزلة ولا واسطة بين الوجود والعدم الشيء إما موجود وإما معدوم عندنا شق ثالث لا يوجد شق ثالث لأن الوجود والعدم نقيضان والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نقول فلان له ابن أو ليس له ابن إما تقول له ابن أو تقول لا ابن له أما هناك شيء لا هو ابن ولا هو ليس بابنه هذا ما يصير محال إلا أن واحد يجي يستعمل المجاز والعبارات المجازية نحن الآن كلامنا في الحقيقة الحقيقة ليس بين الوجود والعدم منزلة وما أثبته بعض المتكلمين من الحال فهو كلام باطل وسخيف لا منزلة بين الوجود والعدم هو إما موجود وإما معدوم فحينما أقول بأن الله موجود مقصودي أن الله ليس بمعدوم وليس مقصودي أن وجود الله كوجود سائر المخلوقات هذا حقيقة وآمر ذكر في بعض الروايات وذكره بعض المتكلمين وهو أنه نحن عندما نقول أن الله عالم الله له حقيقة وذات وهذه الذات هي عين العلم لكن ما هو علم الله نحن لا نعلم ما هو علم الله ما هي علم الله سبحانه وتعالى مجهولة لنا لماذا؟ لأن علم الله هو عين الله لا إثنينية بين الله وبين علمه ونحن لا ندرك حقيقة الله فمعنى ذلك لا ندرك حقيقة علمه وإنما المقدار اللي إحنا يمكننا أن ندركه هو أن الله ليس بجاهل عندما نقول أن الله قادر ما هي قدرة الله؟ قدرة الله مجهولة لنا نرى آثار القدرة هذه السماء وهذا الأرض وهذا الإنسان وسائر المخلوقات اللي هي مظاهر لقدرة الله وآثار تدلنا على قدرة الله سبحانه وتعالى لكن ما هي قدرة الله؟ قدرة الله مجهولة لنا لأنها قدرة ليست من سنق قدرتنا فإذن المقدار الذي نفهمه من قدرة الله أنه ليس بعاجز مو معنى أن الله ليس بقادر لا لأن البعض جايين في الصفات عن الله سبحانه وتعالى مثل المعتزلة هذا يؤدي إلى التعطيل لأن إحدى الصفات الحياة إذا الله مو حي فمعنىه مو موجود أصلا فنفي الصفات بالمعنى الحقيقي لنفي الصفات لأن نقول ليس متصفا بهذه الصفات ولا هي عين ذاته هذا إبطال ونحن ذكرنا فيما مضى أن الإنسان حسب ما أمر أهل البيت والرسول صلى الله عليه وآله وعليهم السلام أنه أخرجه عن الحدين التعطيل والتشبيه إذن لا نقول أن العلم بمعنى عدم الجاهل لا العلم هو عين ذات الله حقيقة ثابتة ولكن إدراكنا نحن لذلك العلم بهذا المقدار أن ندرك بأن الله ليس بجاهل ندرك بأن الله ليس بعاجز ندرك بأن الله ليس بميت ندرك بأن الله ليس بمعدوم ولكن ونعلم أنه قادر نعلم أنه عالم نعلم أنه حي وهكذا سائر الصفات لكن ما حقيقة هذه الصفات الحقيقة مجهولة إلنا لماذا؟ لقصورنا أنت في الأشياء المادية في كثير من الأحيان لا يمكن لك أن تدركها الآن نحن إذا واحد ما دارس الطب يجيب لك كتاب يدرس مثلا في الصف الرابع في الجامعة لطلاب الطب كلما يقرأ هذا الكتاب لا يفهم منه شيئا مو معنى أن هذا الكتاب ليس له معاني بل فيه معاني عميقة هذا اللي ما دارس الطب لا يتمكن من الوصول إلى تلك المعاني يعلم بأن هذا كتاب قيم وأن هذا كتاب فيه علم لكن يقر بأني لا يمكنني أن أدرك تلك الحقائق وهكذا في جميع العلوم مع أن هذه العلوم علوم مادية حتى إذا كانت علوم معنوية إنما هي علوم بشرية ولو كانت بإلهام من الله سبحانه وتعالى أنه علوم يمكن للبشر أن يتوصل إليها فإذا في الأشياء المادية أو العلوم التي يتلقاها البشر غالب الناس لا يتمكنون من إدراك حقيقتها نعم أنت ترفع كتاب الطب الذي يدرس في الجامعة أنت اللي لست طالب جامعة ولا طبيب تقول إن هذا علم لكن شنو هذا العلم؟ تقول ما أدري الآن نأتي إلى موضوعنا نحن نثبت صفة العلم لله وصفة الحياة وصفة القدرة وهكذا سائر صفات الذات ولكن ما حقيقة هذه الصفات لا ندري المقدار اللي نعرف من حقيقة هذه الصفات المقدار أنها ليست بأضدادها يعني الله ليس بجاهل الله ليس بعاجز الله ليس بميت وما إلى ذلك لذلك الإمام عليه الصلاة والسلام هنا يقول لم أحده عندما أقول موجود الوجود ليس حدا في الممكنات الوجود محدود بحدود ويعبر عنه في المنطق مثلا بالماهية في الممكنات محدود كل موجود ممكن مخلوق مهما كان عظيما فهو محدود بحدود لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه موجود بمعنى أنه ليس بمعدوم لكن ما حقيقة وجوده لا نعلم تلك الحقيقة نعلم أنه موجود لكن لا ندرك منها من هذه الحقيقة إلا هذا المقدار بأنه ليس بمعدوم لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزله هذه مجموعة أسئلة سألها هذا الملحد عن الإمام عليه الصلاة والسلام وهناك مجموعة أسئلة أخرى لأن الوقت ضاق بنا نتركها إن شاء الله إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر